قبل ما نتجوز أنا و أحمد كنا شهرين مبنتكلمش ومنسلمش على بعض في حتة شهرين كاملين بشوفه في الجيم ألاقيه وقف جنب الترين أنا قاعدة تحت ما يمشي أقول لكم أنا كمان مش لعبة كلماش خاص وبعدين عدى شهر ما شوفناش بعض حتى صدفة بعد الشهر ده ما عدى دي الفترة اللي قالوا فيها أن انتوا انفصلتوا عم بعد هي دي بعد الشهر ده ما عدى أنتوا فعلا منفصلين بجد مش كلام سوشيال بيدي الكلام ده طلع بعدها بشهر من قبل يعني رازالة رازالة بس بس انفصال برضو يعني ما تكلموش بعد لا يعني ما تكلموش بعد بس بعمل حاجات عشان تدايق يعني بعض مع أصحابي البنات أه طيب وانا عملي مش مدايق قاعدة قلص وطلع عدورة صوت بجعدة بالله كنتي بتغيري بقى أوي لا تنكري أنا بني وبينك برضو مش سعلي تغرع لي جين ما هي أمر كمان هي أمر على فكرة طبعا بس أقولك على حاجة مهمة قوي والله العظيم بجد ونفسي كل الناس اللي يعني اللي في الموضوع ده تسمع ميني النصيحة دي مهمة قوي يعني فيه حاجات كتير جدا جدا يعني كل اللي بيحبوا بعده دخلنا على مشروع ارتباط اه دخلنا على مشروع ارتباط قبل الجواز انت بتقعد تفكر في أفكار ويحصل مشاكل المشاكل دي بتنتهي تماما بعد الجواز يعني عالية ما شاء الله بسم الله مش عشان هي قاعدة يعني ما بتعرفش تعمل حاجة في البيت خالص بسم الله ما شاء الله يعني حتى لو جابت لك أكل من التلاجة بتجيبه وحش شوية مش عاملات انت سيحت لها في الحلقة انا بيجيب والله العظيم انا جبنا كل حاجة في البيت ما جبتش البوتجاز عشان ساحتي اه خايف والله العظيم صيب ما كانوا فاضي هجيبوها عزينا بوعدتلك أكل ضفز بصي هي حالفة انها اول ما جيب البوتجاز لازم هي ما كلش برا طب وانا بقى عماوت نفسي ما لسه هتجرب على ما جرب يقول انا هلقين على فكرة طي تقلق انت دات في الشرايين انا هتجي ادروس بقى طبعا انت غامدة انا دراسة انا مدرسة انا مدرسة طبيع انا عائلة دي انا عائلة دي انا شرف انا كنت بقولك عن الموضوع ده انا كنت واخد وجهة النظر عنها انها مش شخص يعني حيقدر يعمل الحاجات دي حيقدر يدير بيت حيقدر بتحسن انها بنيتة متدلعة متدلعة جدا وهي فعلا في بيتها كانت متدلعة يعني ما تعملش حاجة لا هي مش بيتها مامتها بتجيب لها الاكل لحد عندها يوميا لحد ما كبرت اه اللي هو صباح الخير صميت الفطار اه لا هل انت منه هناك حاجة مرة زمين كنت بشتغل في شركة كوربرت يعني اه وماما بتصحى الصبح بدري ماما بتصحى الصعار بعد عملت كيك الساعة ستة الصبح اه فوانا نزلة رايحة الشغل ملحقتش اخد منه نسيت اخد منه كلمتها الساعة تسعة بعيد بقول لها ماما انا نسيت اخدي الكيك متى يا ايوانا نزلة ورحته في ماركين الجديد بقى ان ماما متى جابت الكيك ونسيت وددولها الشغل المصر الجديدة لوسط البلد وددولي بنفسها نسيت اخد منه شكرا